اشتركوا في القناة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تصريح له بهذه المناسبة ترتبط مملكة البحرين بدولة الامارات العربية المتحدة بعلاقات وثيقة وتاريخية في مختلف المجالات وتشهد العلاقات الاخوية في الفترة الحالية ازدهارا على مستوى التنسيق العام في المجالات المتعددة الامر الذي يجعل من العلاقة بين البلدين الشقيقين نموذجا يحتذا به أتبع سموه إن مناسبة العيد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة تعتبر فرصة مثالية لتسليط الضوء على الانجازات الكبيرة التي حققها البلد الشقيق على مختلف الأصعدة حيث يتلمس أبناء الخليج ومواطن دولة الامارات العربية المتحدة ما وصلت إليه الدولة من تطور وازدهار وإنجازات متتالية على مختلف الأصعدة خاصة الجوانب التنموية والاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا وهو الأمر الذي تمثل بإطلاق مسبار الأمل كأول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف كوكب المريخ وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفان مناسبة العيد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة تعتبر مناسبة نستعيد فيها بكل الفخر والاعتزاز سيرة العطرة للآباء المؤسسين لدولة الامارات والذين صاغوا تطلعات أبناء الامارات وجعلوا من تعدده كيانا سياسيا واحدا يجمعهم التاريخ الواحد والهوية والمصير المشترك كما أن الجميع ينظر بالإعجاب والتقدير للنهضة الحضارية وللحركة التنموية التي تشهدها دولة الامارات العربية المتحدة وأشار اسمه إلى أن النقلة الحضارية التي شهدتها دولة الامارات جاءت نتاجا للتخطيط السليم من قيادتها لتحقق الدولة بكافة مكوناتها مرتبة مرتفعة جدا في مؤشرات التنمية جعلت منها متقدمة في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر